أهلاً وسهلاً بالأصدقاء في عندي موضوع بتكلم فيه هو شوي مهم فأتمنى أن يكون فيه إفادة لكم قبل يومين كنت قاعد أطالع سناب واحد من الربع صديقي محمد المهيني كان قاعد يتكلم عن سيارات وكان مسافر رايح اليونان ودخل قاعد يستعرف الفندق اللي كان ساكن فيه بنهاية السنابات حط اسم الفندق وخذيت سكرين كابتشر بعدها يمكن بنص ساعة دخلت انستغرام لقيت إعلان للفندق اللي خذيت لسكرين كابتشر شنو اللي قاعد يصير أيضاً نحط بعين الاعتبار أن أنا قاعد أستخدم آيفون يعني المفروض أنه مقوى شي حماية برايفيسي وأنا ما قاعد ما أستخدم جوجل سيرج أستخدم شي اسمه دوك دوك جو فالمفترض أيضاً أن هذا الموقع ما يتبع البحث اللي أنا سويه الشغلة الثالثة أن أنا قاعد أستخدم متصفح ما لا علاقة لا بجوجل ولا بفيسبوك قاعد أستخدم السفاري المفروض أنه أقضى فيه خدمة إنه هو ما يتبع اللي أنا سويه الشغلة الرابعة أنه أنا قاعد أستخدم برنامج سناب شات اللي ما لا علاقة لا بجوجل ولا بفيسبوك شلون الإعلان طلع لي بإنستغرام تابع فيسبوك المؤامرة قاعد يتجسسون علينا أكيد هما قاعدين يبيعوننا ويبون يخربوننا خلونا نفهم الموضوع ونتكلم عشان توضح الصورة ونطلع من نظريات المؤامرة هذه الفكرة وما فيها يا محفوظين السلامة أنه أنا خذيت سكرين كابتشور لإسم الفندق وبحث عنه بالسفاري كتبت إسم الفندق طلع لي الموقع دخلت عليه شفت الغرف وطلعت دخلت سناب دخلت إنستغرام لقيت الإعلان ماذا؟ في ناس وايد تنسى فقرة أنه دش تدور أو بحث عن هذا الشي فيقول لك كنت أعصول في معرفيجي ودخلت إنستغرام لقيت طالع لي أو إنه هو بحث أو دور رفيجة دور بحث لازم فيه يكون بحث عشان يطلع لك هذا الشي ليش؟ ليش فيه بحث ولازم يطلع ولازم هذا من شغلة اسمها ملفات الكوكيز في المواقع شنو ملفات الكوكيز؟ وشلون تشتغل؟ وشلون نتعامل معاها؟ خلونا نشوف ملفات الكوكيز هي ملفات صغيرة تسمى بملفات تعريف الارتباط هذه الملفات تتخزن بالمتصفح اللي أنت تستخدمه لتذكر المواقع والتعريف بين كمبيوترك وبينك وبين الموقع أغلب المواقع تستخدم هذه الملفات لتقديم خدمات تسويقية لحفظ البيانات لعشان لما تدخل موقع مرة ثانية يعطيك تجربة أفضل من لما تدخل ويحسن لك التجربة مالة المستخدم مع الموقع والخدمة اللي قاعد تقدم لك فهذه الملفات من أبد الآبدين موجودة في البراوزر ولكن بالفترة الأخيرة تقريبا السنة اللي فاتتها ولي قبلها تم تحديثها من قبل الاتحاد الأوروبي فأغلب المواقع الحين تطلع لك مثلاً مثلاً يطلع لك يقول لك أكسبت ولا ديكلاين أكسبت ولا ليرن مور أكسبت أو أكس يطلع لك هذه الموافقة على الاتفاقية اليديدة لملفات الكوكيز والتعريف بينك وبين المواقع طيب أنا شنو صار معاين الشكو الحين ملفات الكوكيز وشنو هذا اللي صار رح أوريكم الحين خطوة بخطوة شنو يصير وشلون يقدروا يطلعون للإعلان في الإنستغرام فمثل ما قلت لكم يا جماعة أنا ما أستخدم جوجل وأستخدم السفاري وأستخدم برنامج آد بلوكر فكل شي ما يشتغل عندي فاللي صار أن أنا خذيت هذه الصورة من حساب محمد لمهيني كابتشرتها دخلت على السفاري كتبت أمان زوي فيلز طلعوا لي البحث في دوك 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 دو فمثل ما احنا شايفين هذا إعلان آد لما تضغط عليه ما رح يفتح عندي فما في تتبع والموقع هذا ما يتبع فدخلت على الموقع مال الفندق أول ما دخلت عليه طلع لي الحجز والحجوزات والكلام هذا فقعدت تطالع تشوف شنو اللي يطلع لك وانا قاعد أستعرض الموقع وأي واحد رح يدش موقع يطالع ويشوف لو تلاحظون رح تلقون البوكس هذا شوف هنا مكتوب لك We use cookies or similar وما دري شنو شوف اللي يصير مجرد ان انت تتفاعل مع الموقع شوف راح خلاص بس امتهى الموضوع فانت الدش وتبحث وتدور ولكن هذا شنو هذا اللي طلع لي We use cookies or similar on aman.com to enhance your browsing experience Analyze your engagement with our content and provide you with personalized ads دعايات اوكي حلوين خلونا نشوف هذي لما تطق learn more بدال لطق accept او انت تتعامل مع الموقع يختفي لما تطق learn more شنو اللي يطلع لك وشنو ياخذون وشنو اللي يقدمون لك فهني مثل ما احنا شايفين يقول لك احنا شنو نسوي بالمعلومات اللي ناخذها منك legal basis على بشكل قانوني لهذا الاستخدام فيقول لك ان القروب امان ياخذ المعلومات هذه لاغراض تسويقية وما الى ذاك في عندنا ثلاث نقاط disclosure consent وكوكيز وحقوقك فعندنا اول شي disclosure ان هذه اتفاقية البيانات اللي ناخذها او تاخذها شركة امان مع third party service provider مقدمين الخدمة من الطرف الثالث والمستشارين المحترفين ممكن يشاركون هذه البيانات معاهم لما يكونون خارج الاتحاد الاوروبي consent موافقتك انت ان هم راح يستخدمون هذه البيانات ويأخذونها ويمعونها الكوكيز المستخدمة يقول لك والله احنا راح نستخدم هذه الكوكيز to track visitor usage our website فلتتبع الزوار وكيفية استخدامهم للموقع analyze trend and usage pattern for research and marketing purposes لتحليل الانماط الاستخدام لبحوث واغراب تسويقية اخر شيء قال لي لك ترى حقوقك انت انت تقدر ما تستخدم الموقع وما راح نيمع هذه البيانات ولكن اذا انت ما وافقت على استخدام الكوكيز وهذا الموقع ما راح تقدر تستخدم موقعنا هذا اول شيء ثاني شغلة موجودة عندنا يقول لك شنو الاشياء اللي هما راح ييمعونها باستخدامك للموقع فyour contact information اذا سجلت من موقع رايح يخذون اسمك خزنونها عندهم الاسم رغم التليفون الايميل عنوانك اذا شريت شيء من الموقع راح يقول لك راح نحفظ credit card number security code expiration day فهذه كلها البيانات تنحفظ في حالة استخدمت هذا شيء مو لما تدخل الموقع يحفظونها لا اذا استخدمت جزء من او شيء يحتاج هذا الشيء في عندنا بعد information related to your client profile عنوان التوصيل الدولة اللي انت ساكن فيها عملتك المفضلة وما الى ذلك هذا كله على حسب الاستخدام ولكن اهم نقطة عندنا اخر وحدة هذه information about your computer هذه هي المالة الكوكيز ومالة الاعلانات اللي نبي نهتم فيها فهني يقول لك information about your computer لما تدخل الموقع راح ناخذ هالشيء معلومات عن كمبيوترك او الجهاز اللي انت داش منه متضمنة انت وين ال IP address مالك نوع النظام اللي انت تستخدمه نوع المستعرض اللي انت تستخدمه وشنو حق يعني حق شنو يقول لك حق يعني اغراض ادارية بحق السيستم مو السيكوريتي ريزن and to collect aggregate information this statistical data about our user's browser action and pattern and does not identify any individual ما راح تحدد منه الشخص هذا وين قاعد وين كذا ولكن ممكن يتم استخدامه هذي في حالة اذا صار فيه قضايا ومحاكم وامدولة وما الى ذلك ولكن بشكل عام للمستخدمين العاديين داشين مواقع عادية البحث ما راح يطلعون انت منه بالضبط ولكن معلومات هذي تبين حق اي موقع انت تدخل عليه طيب كل هذا كلام حلو انا كنت استخدم سنابشات وسافاري وادبلوك ودوك دوك دوك جو ما راح تطلع علي بانستاقرام شنو الفكرة يعني الموقع وكل شي ما لا علاقة لا بفيسبوك مثل ما قلنا ولا بجوجل لما ندخل على الاتفاقية ونقراها مثل ما احنا شايفين راح نلاقي انه في عندنا هني شنو طالع وقايل لك فيقول لك performance cookies او الكوكيز اللي يستخدمونها بالموقع للأداء وهذا شلون تشتغل فخلونا نطالع واحدة واحدة ونشوف شلون يشتغلون اول شي موجود عندنا performance cookies هذي تقول لك to collect information about how visitor use our website اذا المستخدمين او الزوار شلون يستخدمون موقعنا so that we can continue to improve our website عشان نحسن موقعنا شنو الكوكيز نوعية هم اللي يستخدمونها we use cookies provided by google hotjar and facebook اوكي وضحتها الحين نيحق النقطة الثانية functionality cookies هذي حق الاداء اذا كنت بتشتري this cookies allowed our website to remember choices user make شنو الاشياء اللي اختارها المستخدم وين ديش وين راح user name المكان اللي هم فيه الاختارة provide enhance more personal feature عشان يقدموا لك اشياء اكثر خصوصية we also use cookies for other functionalities include to identify the country for the selection of relevant language اذا انت اللغة اللي مختارها يحدد لك الدولة بعدين to block the firing some pixel او اشياء يمنعونها to remember the user name currency country enable wordpress for use of font ولا اشياء ما لذلك ولكن اهم شي عندنا هذين الاثنين اخرهم فلو بنشوفها الحين راح نلاقي انه في عندنا ايضا في social media cookies وفي عندنا advertising cookies the social media cookies يقول لك these cookies are used when user share information using social media لما المستخدم يستخدم social media لمشاركة البيانات و اكاونته we use facebook vimeo and brightcove pixels يستخدمون هذي المواقع عشان يشوفون المستخدم شون قاعد يشارك من خلال السوشال ميديا ويقدمون لدعايات و marketing على حسب اللي يبي في عندنا بعدين هني ال advertising cookies these cookies collect information about your browsing habits عاداتك في التصفح to deliver advertising to you that is relevant to you and your interest عشان يقدمون لك اعلانات يعني مختصة في اهتماماتك والاشياء اللي انت تحبها وتكون اشياء انت تبيها the cookies we use include google ad service google tag manager facebook data layer travel machine yahoo bing yahoo japan wordpress و commerce فماذا ما شفنا ان انا ما استخدم ولا شي لعلاقة لا بجوجل ولا فيسبوك ولكن الموقع اللي انا دخلت عليه يستخدم ملفات مقدمة من هذه الشركات ليش لانها الاكثر انتشار والاكثر توسع وهذه الشركات تتقدم خدمات للمستخدمين وتبي تطلع من وراهم فلوس وايضا الشركات هذه الشركات تبي تستفيد فا يتبادلون هذه المعلومات عشان يقدمون لك تجربة افضل تخدمك وهما يطلعون فلوس منها فاللي صار باختصار ان الكوكيز في هذا الموقع علمت فيسبوك انه نواف مهتمة الحين في احد الفنادق او انه بيسافر فلما ديش انستغرام راح تطلع لي اعلانات عن السفر فنادق زائد الفندق اللي انا دخلت عليه او الشي اذا انا قاعد ادور عليه اذا كان موجود فيقولون لهم شوفوا راحنا حطينا اعلانكم حق ناس مهتمة وهي السؤال فهذه فالفكرة كلها فكرة بزنس بحت لا تجسس ولا متابعة ولا يبوني يخربون حياتنا ولا يبوني يدمرون دولنا احنا اراد يمدمرون المهم شكرا لكم اتمنى في فايدة لكم في هذا المقفى انا اسف ولكن في شغلة نسيت اقول لكم اياها حق الناس اللي تستخدم اجهزة الاي او اس ايباد او ايفون شلون ممكن تحد من الاعلانات هذه وشلون انه تتبع الجهاز عندك خلونا نشوف هو وريكم الطريقة شلون في عندنا طريقتين اول شي تدخل على البرايفسي او باللغة العربية اذا كان جهازك بالعربي تدخل على الخصوصية راح تنزل لاخر شي راح تلقى كلمة ادفرتايزنج او الاعلانات تضغط عليها راح يطلع لك اول اختيار limit add tracking الحد من التتبع الاعلاني يمكنك الغاء الاشتراك في خدمة تلقي الاعلانات التي تستهدف اهتماماتك قد تستمر في تلقي نفس العدد من الاعلانات لكن الاعلانات قد تكون اقل صلة بك يعني ما راح يتبع انت شنو اهتماماتك ولكن راح تضلع الاعلانات تطلع لك فاذا تبي تحد من التتبع الاعلاني شغلها عشان تقدر تحد من التتبع الاعلاني هذه النقطة الاولى النقطة الثانية ايضا بالاعلانات انك تروح الى السفاري بالعدادات تروح الى السفاري راح تلاقي في عندك هني prevent cross site tracking منع التتبع اثناء تصفح المواقع تفعلها اذا تبي توقف التتبع لما تتصفح حضر كل الكوكيز block all cookies هذه راح تمنع لك ان المواقع تستخدم الكوكيز وتتبعك وتخزم بياناتك ولكن اذا شغلتها في وايد مواقع ما راح تشتغل معاك نفس مثلا امازون اي باي لانه تعتمد على الكوكيز فما راح تشتغل معاك فيستحسن ان انت تخليها طافية هذه الشغلة الثانية هني ask website not to track me مطالبة مواقع الويب بعدم تعقبي انك تطالب الموقع انه ما يتتبع اللي انت قاعد تسويه في عندنا هني تحذير موقع احتيالي يطلع لك ان هذا ترى الموقع محتال او في مشاكل او شغلة شذي ففعل هذيل علشان ايضا تزيد الحماية اللي موجودة عندك في تصفح المواقع وتعرف انت شنو قاعد تدخل اتمنى ان هذا المقطع مفيد لكم اسف اذا طولت عليكم اذا في عندكم اي سؤال او استفسار اتمنى ان انتوا تسئلوني بتويتر انا بانستغرام ما اجاوب على الرسائل الخاصة انا اعتذر او بسناب شات اه وبس اذا عجبكم المقطع اتمنى ان انتوا تنشرون الحساب وتنشرون المقطع لتعم الفايدة على الجميع شكرا لكم مرة اخرى مع سلام